نعم تفضلوا نعم اسمك كريم عندي سؤالي نطرحه للسيد العلاوي اسمك زينة من تحمددس تفضلين تتصلين منين من كيهايدي نطرحوا بعد اولا يدعي لي مولانا الاحترام من النار ويشفيني من ياسر من الامراض واقع عليك يسأل الله يجريك من النار اشفيني كل جنار ولا نطرح هذه مجموعة من السيدة هو يخليك لعودوا مختصرين لول منهم سوى الثق انا رقاجي شاشرت وعصب حرقود عادوا الصيام ويباعوا يسمعوا لي الوعيان للصلة وهو تم وعيهم اليه يقنط سؤال الاخر سؤال الاخر حق السال وفرقاج يكان ان قدنا رقاجي والعمي وكان معاي يكان ان قدنا تعداها عليها سؤال الاخر سؤال الاخر بل طلم ولانا منه هو الاحترام من النار وهداية التركمل يا طيب يزاكم الله وخير مرحبا اما ايقاض الاولاد للصلاة فهو من حقهم على الوالدين وهو من القيام بتدبير امورهم ويصلاح شأنهم وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مروا اولادكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر فيجب عليها ان تبذل شهدها في اقاضهم للصلاة ويقراعهم بذلك ويكون ذلك بالتهيئة من قبل فالذي لا ينام الا في اخر الليل يشق عليه القيام لصلاة الفجر لكن اذا كانوا ينامون في وقت يكفي وذانهم يستطيعون القيام وكذلك من لا ينام على ذكر الله يشق عليه القيام للصلاة ومن يذكر اذكار النوم واذكار الاستيقاظ يصفل عليه القيام فلذلك لا بد ان تدربهم على هذه الامور هي من حق المحضون على الحاضر واما ما يتعلق باخذ الحق اذا لم يعطه من هو عليه الانسان فهل يجوز له اخذه هذا محل خلاف بين اهل العلم والذي يترجح انه لا يجوز له اخذه الا برضاء صاحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادل امانة الى من اتمنك ولا تخن من خانه فاذا وجد الانسان حقه فليس له اخذه الا بعلم الاخر لانه سيتهم بالسرقة او بالاحتيار لا يؤدي عنه الحق يؤدي عنه الحق ما يؤديه الحق نعم يبرئ ذمة الاخر يبرئ مثلا شكرا